اشتركوا في القناة توجه معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد البحرين لرفع الأثقال والتربية البدنية الفريق الإسباني بطلا للنسخة الأولى من بطولة كأس العلم لكاليسا ثنكيس للياقة البدنية وحل الفريق البريطاني في المركز الثاني بينما جاء الفريق الأمريكي في المركز الثالث نرى رياضة جديدة وهذا كان أول حدث لهذه الرياضة في مملكة البحرين وإن شاء الله أن بنواصل في استضافة هذه البطولات وإقامتها على أرض مملكة البحرين طالما نشوف أنه فيه طلب عليها في البحرين وفي الدول المجاورة بإذن الله كان الحضور ممتاز الحمد لله مثل ما تشوفون الفرق أعطونا كل جهوداتهم وما قصروا على البارز سووا اللي كانوا يقدرون والحمد لله يعني خلينا البحرين على خارطة العالم لرياضة الكاليسا نيكس حظي منتخبنا الوطنية لاول لكرة اليد باستقبال الأبطال لدى عودته من العاصمة القطرية الدوحة بعد تأهله للملحق النهائي والمؤهل لأونبياد البرازيل في الصيف المقبل وذلك بعد حصوله على المركز الثالث في التصفية الأساوية وكان ألمين العام للجنة الأولوبية البحرينية السيد عبد الرحمن عسكر في مقدمة مستقبل المنتخب الوطني بقاعة التشريفات بمطار البحرين الدولية حسم فريق ورفاع قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزي على غريمية تقليدية المحرقة بهدف دون مقابل هدف المباراة الوحيد سجله المحترف السورية محمد المواس في الدقيقة السادسة عشر من زمن الشوطي الثاني وفي لقاء آخر خيام التعدل السلبي على مواجهة الأهل والرفاع الشرقي إذ ارتفع رصيد الرفاع الشرقي إلى ثماني نقاط في المركز الثالث بعد هذا التعدل لما وصل الرصيد والأهل إلى خمس نقاط وضعته في المركز السابع مؤقتا جدا أخرى وصل فريق المنامى نتائجه السابع في مسابقة الدور بعد تلقي خسارتها الخامسة على التوري أمام نظر الحالة بهدف مقابل هدفين